تصعيد غير مسبوق في سوريا بعد هجوم قوات النظام السوري على القوات التركية في إدلب والذي خلف ثلاثة وثلاثين قتيلا وأكثر من ثلاثين جريحا في صفوف الجنود الأتراك ليأتي الرد سريعا ومزلزلا من الجانب التركي الذي غير الموازين في ضربات ضمن سياق عملية درع الربيع فأسقط للنظام طائرتين مقاتلتين ودمر ثلاث منظومات للدفاع الجوي وأخرج مطار النيرب العسكرية في حلب عن الخدمة بعد قصفه بطائرات مسيرة تركية وقتل المئات من قوات نظام الأسد وبذلك يكون النظام السوري قد دفع الثمن غاليا بحسب ما قاله الرئيس التركي يأتي ذلك بعد أن أمهل الرئيس التركي رجل طيب إردوغان النظام في دمشق إلى نهاية شهر شباط الماضي للخروج من مناطق خفض التصعيد التي حددها اتفاق سوتي بين أنقرة وموسكو والتي لم تنسحب منها قوات النظام معولة على ضغوط الروسية على تركيا من جانب آخر سيطرت قوات المعارضة السورية على عدة بلدات بعد معارك عنيفة خضتها ضد النظام في ريف إدلب وكبدته خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات كما أعلنت سيطرتها على العديد من القرى في سهل الغاب بريف حما وزير الدفاع التركي خلوصي أكارا الذي أكد أن بلاده ليس لديها نوايا أو أهداف لمواجهة روسيا لكن أهدفها الوحيد هو وقف المجازر التي يرتكبها نظام الأسد ومنع تدفق اللاجئين مشيرا إلى أن عملية درع الربيع حققت أهدافها وهي مستمرة في ظل هذا التصعيد حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من الخطر المتزايد مع مرور الوقت في سوريا وإذا لم تتخذ إجراءات عاجلة فالمدنيون سيدفعون الثمن الأشد فداحة وأن الحاجة الملحة تستدعي وقفا فوريا لإطلاق النار قبل أن تخرج الحالة تماما عن نطاق السيطرة الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل دعا من جانبه وزراء خارجية الاتحاد إلى اجتماع طارئ لبحث التطورات في محافظة إدلب معلنا استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة من أجل إنهاء الأزمة يأمل السوريون في مناطق المعارضة الشمالية البلاد بتغيير يرجح كفتهم ويصب في مصلحتهم لذا فهم يدعمون عملية درع الربيع من خلال خروجهم في تظاهرات داعمة لمواقف أنقرة في مناطق تابعة لمحافظة إدلب رافعين أعلام تركيا والثورة السورية وفي خضم استمرار المعارك في سوريا تأمل أطراف كثيرة ولو ببصيص أمل نحو قمة إردوغان بوتين في موسكو للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في إدلب ترجمة نانسي قنقر